في هذا الفيديو يا برو احنا جايني التكلم على المنشارة الدورة انجليزية مبارح اللي ما سمحش الوقت ان احنا نطلع نعمل فيديو نتكلم هاريها. هنجمع المنشارة التلاتة ليبر بول ووفر هامتون واتشيلسي وستهام ومانشستر سيتي واتفورد هنجمعهم كلهم في فيديو واحد. وهنبدأ بتشيلسي واستهام المباراة اللي كانت اقصر اصارة مباراة من باقي المباراة في الجولة. اتشيلسي واستهام كانت مباراة جميلة جدا. دفت مويز رجع الدفترة القديمة بدأت مواجهة 3-5-2 ومواجهة 3-4-3 وهي ان انا لعب زيها. او الله او الله. الدفتر الاديم بتاع كنتي جاين بيقول كده. كنتي بيقى 3-5-2. فسيد دفت مويز مبارح شاف ان تشيلسي بيقى 3-4-2-1. قال عب زيها 3-4-2-1. قال عب زيها 3-4-2-1. والتشيلسي بيقى معروف ماك من الخطورة بتاعه. ناحة الشمال بنشره اللي هو موجود. وماركوس اللونسو اللي هو موجود. والناحية التانية ريش جيمس. اما مشاكل تشيلسي بتت منفل اتنين هفط. والمهاجم. لان مع عدم موجود لوكاكو كاساسي. كايا فورتس لسه مش عارفت عقلم على حيث ان هو يلعب مهاجم صريح تحتي زياش وتحتي موسلمونت. انا على الناس كنت تفضل جدا انه يكمل بكالم هوتسون اوضوي. لان كالم هوتسون اوضوي كان عامل مطشات كويسة جدا. فكالم هوتسون اوضوي كان مفترض ان هو يبدأ اساسي. ما كانش مفترض موسلمونت. برغم ان مونت خاتم انا وزاماتش في آآ آآ بس انا كنت شايف ان ان انت لو ح ملعبت انت غير في التشكيل. فلازم تخلي كلم هوتسون اوضوي. اه زياش بلا يرجع للتشكيل. بس لازم تخلي كلم هوتسون اوضوي. لان وجود جورجينيو. وروبن ليفت الشيك في نص الملعب. روبن بيعمل موشات كويسة جدا. بس في موشات تانية بتلاقي ان هو قاعدت الوجاله لك. وبيقدم مستوى سايق. بس مبارح للامال كان كويس. اللي كان سايق جورجينيو. واللي قدم مفاكة غير طبيعية مبارح لجمهورة شيلسي في كمية السوق اللي كان عليه اد دربة الجزاء الغريبة. سبا كان عنا بالتركيز الغريب. سبا كان عنا بالتوفير الغريب. بس هو كان سايق. هو ما كانش حضر زينيين جوه المباراة. فمباراة سيئة جدا ليدورد ميندي. مباراة ممتازة لتياجو سيلفا. تياجو سيلفا اللي سجلها لها في الاول من كرة سابتة. الكرات العرضية اللي بقى روديجر او تياجو. او حتى كمان كريسيانسن. بيكونوا مميزين جدا. ما هو ممكن يجو يسجله ومبيعيك فيها. فتشلسي خطير جدا. من الك المعيبة المفترض ان هي باكات زي ريس او ماركو سالونسو. مشاكل تشلسي بطمان حول الاتنين عفات. اللي ما بيعافوش يختركوا الدفاعات المتكتلة. والمهاجم اللي ما مش مهاجم السين اللي هو كايا بيرتز. الناحية التانية بقى السيد دابت مويس قال لك انا لعب ثلاثة وورا. ومش محتاج انا سعيد بالرحمة. لان سعيد بيلعب عشرة بعيد في الاربعة اتنين تلاتة واحد. فانا مش محتاج دلولة تلعب عشرة. هلعب بلاعيد مركز عشرة. انا هلع ببراون وهلعب بلانزيني وهلعب قدامه بمايكل انتوني. مايكل انتوني ولانزيني وبراون هم اللي هيشكلوا لي اطوار هجومية وهينزلوا تحت شوية علشان خاضر نحاول نلعب على المرتدات لان احنا استحوازوا قداما تشيلسي الموضوع صعب حتى لو في ملعبنا. نص ملعبها هيكون فيه ديتلل رايس وسوشيك وديتلل رايس وسوشيك هيقدروا ان هم يدخلوا في منافسة متكافأة قدام لعيبة زي جورجي ولفت الشيك. فكانت خيارات مميزة جدا ب فلاديمير كفال كان بيواجه موسون مونت. فلاديمير كفال والمحية التانية كان بيحط بين جونسون وبين جونسون كان هناك انا هو تلاتة اربعتين واحد بن عمل مفترد بين جونسون كان هناك. عمل مباراة عظيمة عمل مباراة عظيمة. واستهم عمل مباراة استحبك فى الانتصار مش اوي. لان الهدف التالت اللي كسب استهم مباراة يعني اه هو طلع على اعترف مايكل انه هو كان رفع عرضين مش ممشاهد اساسا. بس هيك كرة كده لما تحب يتخدمك بتخدمك. بيقولك ان ده هدف عبكاري. ويبدع ومتاع ويتلاقي اللاعب في الاخر ليك واللها يا باش انا مجموك وانا كنت العالبة عرضية بس فرج ربنا وكرم ربنا هو اللي خلها شرح وده فعلا حرفيا كده يacula الحرفاء كده ج Quran من اتخفي اوف tra كان لحدة بلعب ونساك جيد. كده كده تعمل ونساك جيدة. وليفر بول ما حدش هيقدر يريح حاليا بالرتمة اللي ليفر بول بلعب به. بس ليفر بول عصلك معه مترية غير طبيعية في صراحة. وليفر هامتون مبارح عمل جيم مميز جدا. وليفر هامتون عمل جيم الدفاع جيد جدا. بس جيم الدفاع مميز ده بتلاقي فيه شوية حز كده يعني. انت محمد صلاح كان بيضيع. ساديو كان بيضيع. حتى تياجو الكنترا لما كان بيجي من ورا كان بيضيع. لا هيبكترة جدا لما كانت بتضيع ومشتة بيضيع. وليفر بول عمل ديع. كن فرص. ويجي في الاخر اريجي ساكل يا اخوة. ايجي اريجي. ابو صلاح يلعب هالو. اريجي يلف وسطه. ويحطها في جوم اللي هو اياه يا اخي. اشتقنا والله اللي جوين اريجي الغريب اللي متعرفش ويجيبها. عن طريق مهارة ولا جيبها. عن طريق حظ ولا جيبها ازاي لان. كرة زي دي اريجي هيلف في المتعف يعني. في الربع متر ده اريجي هيلف فيها وحطها بدأ. ازاي هي يا ليفر بول يا صريقي باع ليفر بول. لازم انت تتفرج على ليفر بول كده. تبقى تحس ان في حاجة هتيجي في اخر المتش كده. وتبقى حاجة هتيجي في اخر المتش كده. يبا الموسم ده ليفر بول او الكابتر رحيم يستلج. لان احنا كنا بنهاجمه كتير جدا. وكنا شايفين ان الرحيم مش مؤسل وكده. بس بصراحة الولد بيبهرنوا يعني. رحيم يستلج بيجيب قرى مدماغه. عن طريق عردين من في الفودن. لا يا باشا. دي على بات الساعة اقتربت الله. على بات الساعة اقتربت مجد والله. يا رحيم الجمال والحلوة دي. استمر. ابو سيلك استمر. استمر والنبي كده وسجل. وعوضنا على ان احنا ما عندلاش مهاجم. استمر يا رحيم الحبيب. بس معلش يعني. كان موجود اساسي ليه. انا فاهم ان احنا عندنا مواتشات كتير. وفاهم ان احنا عندنا وقت مضغوط وجدول مضغوط. بس معلش يعني. ليه جاك جريتش اساسي يعني. الاكاديمية عندنا ما بيش جايبة فيه برضو يعني. اه انا عارف ان احنا سرقين يعني سرقين بتاع اكاديمية برشلونا. ودليل حتى ان احنا حتى برشلونا ما بيطلعوش مهاجمين. فاحنا كمان مطلعش مهاجمين من تحت لو. يعني جاك جريتش احنا هاجمي زاد. يعني انا مش فاهم طيب يعني. او مفترض ان جاك جريتش كان بيلعو طرف. طب هو شاكل اللي بالعو طرف فيشمال? ولا في الفيضو اللي بالعو طرف فيشمال? ولا مين اللي بيلعو طرفي مين? مش اهم يعني. انا ابنتظر حناه وبعد натالتا لاتة. بس ماعتقدش ان اكساب الناحية اللي من كلها? لكايلو كارو برنالدو سيلفر. اه برنالدو مبارح كان خرافي. وبرنالدو مبارح كان اسطوري. وبرنالدو مبارح جاب جولين على مين جدا. يعني الجول التاني مهارة غير طبيعية برنالدو سيلفا ان هو غفل الجول. وغفل الناس كلها وحطاها في الجول ما لعباش هارضية. والله يا عزيزي. هذا لو لعب عربي كان زبانا عدنا الفلنكات بيه. بس هذا برنالدو سيلفا. يعني مفعش ان انت تقول برنالدو عامل حاجة عظمة. مفعش ان تقول برنالدو جول التالت اللي هو سجله. او جول التالت اللي منشور والهدف التاني ليه كان هدف عظمة. برنالدو حرفيا حدتها بايدو. برنالدو اخد الكورة وحطتها في التمانيات. اللي هو ايه? معلم العظمة والجمال والامتاع زي. مباراة? لم ينقصها اي شيء? هتقول ايه ده? ورياض. لا ما انا عمال اقول لك الجانب اللي بدأنا مضخوط بقى يعني رياض طبيعي ان احنا هرايح شوية. يعني الوقت كفل دمرولي لسه مرجعش من كورونا. فرياض هننزله دلوقتي ونضيعه. بدنيا ليه? احنا نضي الرياض محرز وشدود تاني لان كده الوقت جاك لسه رجع من اصابها. فهنرميه على الدكة ونزل الرياض. والحمد لله رب العالمين اوديوت. اوديوت بجد والله. اه لازم نلبس الجوم بتاع الوقت الاخير. لازم لازم نلبسه. لازم نلبسه. بيعجبني استمرار زياش في اساسي. بيعجبني طبعا استمرار محمد صلاح في تقديم الادوار الايجابية ليه مع ليفر بول سواء سجل او عمل عرضيات او عمل اسستان الاسف. وبيعجبني طبعا مشاركات رياض. وبيعجبني كل حاجة بتحصل في سيتي. لان انا عزيزي مشاجعة من شرصة سيتي. فاية شيء سيحدث في سيتي. الحمد لله رب العالمين سيارديني. ده انا بعدها تعتزغل الرحيم بس يا ربي يكمل يا رب. وما اطلعش ان هو بس عايزه راح برشلولنا فبيدينا شهر حلو. وبعد كده هيرجع تاني مسا لنا بخميس كاكا والحاجات اللي كان بيعملها قبل كده. الحمد لله رب العالمين. عدت على خير وقضيت. وان اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك او سيبس كرايب. وان لم يعجبك. فتذكر انك توشيها ترحيل السلام تسعين دقيقة ولا تكل ولا تمل. فلا تأتي على الخمس دقائق بتاع اخيك وهيبقى عليه مشاكل طوب الارض.